أعلنت وزارة الصحة تقديم الكدمة الطبية والوقائية لمائة وسبعة وستين الفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مترددا على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع المحافظات خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين وأشارت وزارة الصحة إلى تقديم الكدمة الطبية لأكثر من مائة واربعة عشر ألف حالة بالعيادات الكاريجية والأقسام الداخلية كما تم إجراء 599 عملية بأقسام جراحة الصدر مؤكدة أنها تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقم على أساس الشقين الوقائية والعلاجية كما أشارت إلى مناظرة 743 حالة من خلال وحدات التشخيص عن بعد دخل مستشفيات الصدر خلال شهرية يوليو وأغسطس الماضيين